قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إن الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030 وافقوا عليها بنسبة بلغت 88.83% وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 44.33% وإن 11.17% رفضوا التعديلات كما ستعطي التعديلات للرئيس الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين دور صون الدستور والديمقراطية